معنا مدام عفاف تفضلي يا مدام عفاف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته العمر بالتقصيد جائزة إن شاء الله يا أمي جائزة لا شيء فيها بإذن الله طبعا جائزة ليه لأن هذا التقصيد يكون معلوما ويكون مؤجلا وطالما إن الدين أصبح مؤجلا وليس عاجلا يجوزل المعتمر وللحاج أن يحج نحن نتكلم عن موضوع الدين الدين نفرق بين نوعين منه بين دين عاجل يعني واجب عليه أن يسدده فورا نقول للحاج والمعتمر لا تذهب لأداء الحج أو العمرة إلا إن استأذنت صاحب الدين فإن أذن لك توكل على بركة الله وإن لم يأذن لك فواجب عليك أن تسدد دينه أولا ليه لأن حق العبد مقدم على حق الرمد الله سبحانه وتعالى يعفو ويصفح بينما حقوق الآدميين أي الناس بعضهم على بعض لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء فإن كان الدين مؤجلا يعني بعد فترة بعد شهرين ثلاثة أربعة خلاص ما عندنا شيء مشكلة ممكن تذهب أو يذهب الحاج والمعتمر لأداء الحج أو العمرة دون أن يستأذن صاحب الدين لماذا؟ لأن الدين لم يكن عاجلا وإنما كان مؤجلا فالعمرة أو قضاء العمرة أو عمل العمرة عن طريق التقصيد ما فيش مشكلة أنه خلاص أصبح هذا المبلغ عالقا في ذمتك فإن شاء الله ربنا يقوينا على السداد والعمرة جائزة إن شاء الله لا شيء فيها ولا إثم فيها إن شاء الله لأن كده كده الشركة هي اللي عامل العمرة وارتضت هذا النظام معك ووفقت على الأقصات وبالتالي هي أذنت لك ابتداءا حينما قامت معك بمسألة التقصيد على العمرة موسيقى